موسيقى قال رئيس قسم مكافحة الألغام في وزارة الدفاع الأوكرانية ماكسيم كوميسارف إن روسيا تقوم بتزويد المسلحين الموالين لها في إقليمة دنباس بالألغام المضادة للأفراد والمحضورة بموجب الاتفاقيات الدولية بالأخص موجب اتفاقية أطاوة وأفاد كوميسارف بأن أوكرانيا دمرت فعليا مخزونها من هذه الألغام وأن هذا النوع من الألغام في مناطق الصراع في دونيسك والوهانسك نقلت إلى المسلحين من روسيا وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الألغام والمواد المتفجرة تغطي حوالي سبعة ألاف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية المحررة هذه الألغام تخضع لاتفاقية أوتاوة وفي الأوين الأخيرة تم تدمير نحو خمسين منها في أراضي منطقة دونيسك كمية المادة المتفجرة في هذه الألغام ليست كبيرة حوالي 130 جراما ولكنها تنفجر بمجرد أن يطأها وزن من خمسة إلى خمسة وعشرين كيلو جراما وهذا كاف ليفقد الشخص أي من أطرافه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر